السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رسالة جات بتقول كنت عايز نساعد حضرتك وخبرتك. بلاش انا. طيب ساعات العمل طويلة والعمل الفعلي بقى قلال جدا ومش عارف فاستغل الوقت الفاضي لان مش عارف اطور نفسي فيه بالزبط. طيب خلينا ناخد الجزء ده وبقى نكمل. بيحصل كدير انت بشغال في الشركة والشغل المطلوب منك بياخد وقت بسيط من وقت الشغل اللي انت بتعود. يعني انت مسلا شغل عشر ساعات. الشغل المطلوب منك مسلا بيخلص في خلال ساعة سا ممكن نكون طول اليوم بيش اطلوب منك حاجة خالص غير انت تكون موجود احتياطي. لو حصل حاجة تخش تتعامل معها. انا كنت موجود في الشركة وكانت الشركة ديت متخصة في حاجة معنا جدا. ففيه اتنين او تلاتة في الشركة بيعرفوا يعملوها وبيفرضوا الشركة بتفرض السعر اللي هي عايزة. فهو يجيب مرتبة الموظفين كلهم. وبيقول لك انا عايزك بس تبقى موجود في الشركة لو حصل حاجة. لو جي مشروع تبقى موجود ما عودش اعمل الانترفيوهات. ولو انا طلبت من انك اي حاجة تعملها. فانتقعد طول الشهر ما بتعملش حاجة. فالناس كلها تفت انها تلعب مدر فونر وكان مبسوطين وكانوا بيضعوا صاحب الشغلة جدا يعني. اه فانا قلت لأ تمام الواحد يبدأ يزاكر فبدأ تزاكر بقى موضوع متعددة. عدت ارى كتب كتب كتيرة في الفتاة ديت. اه كتبت تلت كتب كتب تمام? اه لغة برمجة لوتوكاد وكتبت كتب في الماجيكاد دي شركة في فنلندا. ولما بعت لهم قالوا احنا ما نعرفش ان في حد في الوطن العربي كله مؤتمر بتاعتنا وده شجعنا ان احنا نحاول ندخل السوق ونحاول نعمل مؤتمر في الامارات. وكتب في السكتش اب زايد الواحد زاكر بقى في جول بيزيك ابليكيشن زاكر اه 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 موضوع كتيرة جدا بدل ما انت قاعد اه اه بكنا بنهزر شوية وبعد كده مسكنا الكتاب واحد اراء اه اه لو فهمت حاجة بلخصها بس هو الموضوع محتاج ان انت تكون بيتحب الحاجات ديات اه اه انا في مرة ما وجهت لشغلانة في مركز كمبيوتر فرايح فاليتو بيقول انت مطلوب منك بس ان انت يعني هو سايبر اكتشافت ان هو سايبر بش اه بش بقى كمبيوتر مطلوب منك ان انت تتخلي بالك وطول اليوم تلعب بحيس لما تحد تتواجه مشكلة في الالعاب تكون تعرف حالها فانا ليمكن ان بسط ما بحبش الالعاب يعني الواحد اه بيهلعب بس اه ساعة في الاسبوع مسلا ولا حكي انما انت تقعد اليوم كله لعب لا فانا لما يحتاج ان انت تكون بتحب الحاجة دي وحسس بالهدف يعني انا في بعض المواد بيجي زاكرها بتبقى تقيل على قلبي لانا بش شايف انها لها فايدة غير موضوع ان الواحد يقول ان هو خد الشهادة ديت وخلاص فمحتاج ان انت بس اه اه تكون بتحب الحاجة تنظم وقتك اه ابدأ كل يوم يعني انت ده وقت تقوله في سفر ابدأ كل يوم مسلا نصف ساعة نصف ساعة كده اول ما تروح قبل ما تفتح اي حاجة خالص تمام بعد ما خلص شغل بتاع عشان ما يبقاش حرام نصف ساعة تبدأ بقى النصف دي هاقرأ مسلا في في البيم هاقرأ في الليد هاقرأ في في المانشبين الحاجة اللي انت بتحبها تبدأ بيها كده نصف ساعة لحد ما تتعود ان انت اه ما تضيعش وقتك وان الوقت تستفاد منه وهتلاقي العائد يعني انت عارف لو كل يوم نصف دي نصف ساعة هتلاقي نفسك على اخر السنة مسلا كملت مسلا مية وتمانين ساعة مسلا تقريبا مذاكرة مية وتمانين ساعة دي يعني كأنك بتحب تعمل مصدر ولا حاجة وفي نفس الوقت انت ما يعني ما جيتش على نفسك مثلا وردت بشنام ولا بتعلق ده هو وقتك العادي بس هو حاجة بسيطة كده كل يوم تمام آآ الحاجة التانية آآ شغال ريفل بس مش عارف مستويه طيب ابدأ شوف آآ مثلا لسه بتاعت الراجل بيداه في الكورس ايه الحاجة اللي انت تعرفه اقول الحاجة اللي انت تعرفهاش وابدأ شوفش الناس بيتطلع على شغل ازاي هل تقدر توصل لحاجة زي كده ولا لا تمام آآ يعني على سبيل المثال مثلا آآ هل بتعرف تشغل كفاريق مع بعض ولا لا هل بتعرف تعمل فاميلي ولا لا طيب لو انا ما عرفش ابدأ ادور على النت في جزء دوت يعني انا في بعض كورسات تبغالية فبدأ ادخل على التفصيلة بتاعت الكورس واشوف النقطة واحد اتنين تلات اربعة تمام وامسك النقطة دي وعد ادرسها وعد ادرسها وعد ادخلها منسرش عليها واشوف الكتب واشوف الفيديوهات وكده بابدأ بالفيديوهات لانها سهلة وبعد كده الكتب طبعا اللي غنعنا باب آآ فهو ده اللي هاد لك مستوكل شغل حقيقي انت لو جبت مشروع يعني انت بتقول ما قاعد فواضي خلاص امسك اللي هو احد اللي عندك كهد وحوالها بيم باي برنامج انت تحبه تمام آآ وتجي اللي شهادة زي الليد وتدرس بالنهجة والريفيد الاتنين ما تعرضوش شوف انت شغلك آآ المهم بالنسبة له ايه ممكن يكون الاهم بالنسبة لك الانجليزي فتركز عليه ممكن يكون بالنسبة لك في الفترة دي ادورة هتركز عليه يعني حسب الايه الاهم لشغلك شغلك هو اللي بيقودك يعني مش مقول يكون شغلي مسلا عنده مشكلة في الانجليزي وانا عملا يذكر بيم لأ ده قو نفسي في الانجليزي وتقوية الانجليزي ده اسهل البيم آآ مطلوب مني في الشركة مسلا ان مضوع استثنابلتي مسلا لأ خلاص يبقى انا اركز على استثنابلتي لان ده يفتني في شغلي ويخليني مستريح اكتر وربنا وفقك ونتمنى نسمع عناك كل خير بازن الله